أهلا بكم مشاهدين البداية من موقع انترسبت الذي صلت الضوء على ما قال إنه تجاهل من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في حق الصحفية شيرين أبو عقله وأضاف الموقع أن الإدارة الأمريكية فشلت في فتح تحقيق في قضية شيرين رغم مرور مئة يوم على مقتلها ورغم مضالبة عشرات من أعضاء الكونغرس بتحقيق مستقل بل إن إدارة بايدن لم تبذل أي جهد ملموس لضمان مساءلة عادلة للطرف المسؤول عن جريمة القتل ويذكر الموقع أن الشيرين وهي مواطنة أمريكية قتلت برساطة في الرأس وهي بالزي الصحفي في مكان بعيد عن ساحة المواجهة لكن المسؤولين الأمريكيين لم يفعلوا شيئا وليس من الواضح أن لديهم نية للقيام بأي شيء في هذا الخصوص نشر موقع صحيفة تايمز أوف إسرائيل تقريرا جاء فيه أن إسرائيل تأمل أن ينقلب مسار المحادثات بشأن الاتفاق النووي بعد الحديث عن تقدم يجعل الأطراف قريبا من تسوية جميع المشاكل العالقة ويبرز التقرير تصريحات مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن هويته توضح أن إيران أظهرت بشكل مفاجئ استعدادا للاتفاق على الرغم من أن المفاوضات كانت أكثر تقدما في وقت سابق المسؤول الإسرائيلي قال إن بلاده ستحاول الدفع نحو مزيد من البنود التي تصب في صالحها ضمن الاتفاق الجديد إذ قررت الأطراف المعنية فعلا أو إذا قررت أن تذهب إليه الأطراف المعنية ثم تابع قائلا إذا أصبحت العودة إلى الاتفاق النووي أمرا واقعا فسيكون ذلك دليلا على أن انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه كان خطوة خاطئة من دون خطة أو خطة بديلة أما صحيفتها آرتس فنشرت تحليلا عما اعتبرتها مرونة يبديها الجانبان الإيراني والأمريكي فيما يتعلق بجهود إحياء الاتفاق النووي المقال يضيف أنه إذا صحت الأنباء التي تقول أن واشنطن وافقت على رفع العقوبات عن عدة شركات تابعة للحرس الثوري دون شطبها من قائمة التنظيمات الأرهابية فهذا يعني أن الجهاز سيحافظ على نفوذه الاقتصادي ما قد يزيح عقبة كبيرة في طريق الاتفاق وسيتعين على إيران في هذه المرحلة وفق الصحيفة أن تتخذ قرارا سياسيا يعكس ثقتها في الدول الغربية بعد الاتفاق خاصة في حال إعلان إدارة أمريكية أخرى انسحابها منه لكن المقال يستدرك بالقول أن التكهن بما يدور في خلد المرشد الأعلى الإيراني أمر صعب وحتى برامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس لا يمكنه تقديم المساعدة لأن خامنئي لا يملك هاتفا محمولا كما جاء في المقال قالت صحيفة والسريت جورنل أن القوميين اليمينيين والمدونين المؤيدين للحرب يواجهون انتقادات نادرة وشديدة للكريملين بسبب ما يعتبرونها إخفاقات للقوات الروسية في أوكرانيا وتضيف الصحيفة أن منتقدي أداء القوات الروسية في أوكرانيا يلومون إدارة رئيس بلاديمير بوتين على ما يعتبرونه غياب الاستعداد المناسب لخوض الحرب وما ترتب عنه من ارتفاع في الخسائر وبطء في وطيرة الهجوم الصحيفة توضح أن منتقدي القوات الروسية لا يلتزمون بالرأي الرسمي الذي يزعم أن الحرب تسير وفقا للخطة وهم يعتبرون الصراع حربا وليس مجرد عملية عسكرية خاصة ويسخرون من التعتيم الذي تمارسه وزارة الدفاع الروسية وتشير الصحيفة إلى أن الأصوات الناقدة تستعمل منصة تليجرام وهي واحدة من المساحات القليلة التي يسهل على الروس الوصول لها منذ بدء الحرب في ليبراسيون الفرنسية تقرير عن استعانة النظام السوري بمؤثرين أجانب ومشاهير على منصات الإعلام الاجتماعي للترويج لصورته وما يدعي أنها سوريا الأمنة يقول التقرير أن نظام بشار الأسد أدرك أهمية الإعلام الاجتماعي ودور المؤثرين فبدأ يستهدف الغربيين منهم بالخصوص ويستضيفهم إلى البلاد ضمن برامج مدروسة بدقة يزورون من خلالها المناطق الآمنة والجميلة وسط سخاء في المأكل والإقامة مقابل الترويج له ولسوريا كما يراها وسردت الصحيفة قائمة بقنوات واسعة الانتشار قالت إنها تروج لنظام الأسد منذ سنوات تتوزع جغرافيا من بريطانيا إلى إيرلندا وبولندا وليتوانيا والولايات المتحدة وأضافت أن أصحاب هذه القنوات رفضوا الحديث عن أعمالهم في سوريا موضحة أن منتوجهم الإعلاميين يبدو للوهلة أو منتوجهم الإعلامي يبدو للوهلة الأولى عفويا لكنه في حقيقة الأمر تحت سيطرة النظام السوري منذ اللحظة الأولى لحظة منح تأشيرة الدخول موقع ميديابار تناول تنامي هجرة التونسيين عبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا وفق التقرير وصل 14 ألف مهاجر من تونس إلى إيطاليا عن طريق البحر خلال عام 2020 ثم قفز هذا العدد إلى 18 ألف مهاجر خلال العام الماضي وتعكس الأرقام المسجلة هذا العام المنح التصعدي لإعداد المهاجرين حسن أبو بكري رئيس مركز تونس للهجرة واللجوء حذر من الظاهرة التي يرى فيها الكثير من التونسيين خلاصهم الوحيد وعدد بعض تفسيراته لتفاقمها ومن بينها الأزمة الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة في البلاد حسب وصفه وذكر أبو بكري أن أكثر من استماءة الشخص حاولوا عبور البحر من تونس خلال يومين فقط الأسبوع الماضي قبل أن يعترض سبيلهم حرس السواحل نشرت صحيفة لوفيجارو تقريرا مفصلا ينبه إلى أن الحروب المقبلة ستكون حول المياه وقال إن العالم يشهد 12 بؤرة توتر رئيسية سببها الماء وزعة عبر القارات الخمس في إفريقيا وفق التقرير هناك نزاع بين موريتانيا والسنغال وآخر بين إثيوبيا ودول حوض النيل وفي الشرق الأوسط هناك الصراع الثلاثي بين تركيا وسوريا والعراق أما في آسيا فيدور صراع حول مياه الأنهار بين فيتنام والصين وآخر بين الهند وباكستان بحسب الصحيفة ولم تنجوا الأمريكتان إذ تخوض الولايات المتحدة وحدها صراعين الأول مع كندا وآخر مع جارتها الجنوبية المكسيك ويوضح التقرير أن هذه الصراعات تتفاقم مع مرور الوقت بسبب اتساع نطاق موجات الجفاف تزامنا مع ارتفاع أعداد سكان الدول المعنية ومعه الحاجة الملحة للمياه كان هذا أبرز ما لدينا شكرا على المتابعة وعودة إليكما سلم وجلال أنصار ترجمة نانسي قنقر